اشتركوا في القناة ان شاء الله الموسم الجاي هنزود في الكواليتي اللي احنا بدأناها هنزود في المتعة اللي احنا عملناها في الدول مصري هنزود في الطريقة وشكل التيم اللي اشتغلنا به كويس قوي السنة اللي فاتت بالنسبة لطموحي الشخصي لو ما كنتش موجود في المنتخب البطولة ديت 2019 بطولة افريقيا اللي موجودة في مصر ان شاء الله حبني بازن الله ان بعد البطولة هشتغل اكتر هكتهد اكتر هتطور من نفسي اكتر ان انا بقى موجود باذن الله بعد البطولة السنة دي حققت حيات كويسة ان من ضمن افضل حراس موجودة في الدول بلعب بلتوب من تحت ببدأ الهجمة من تحت فرقتي او مدربي كان معتمد كل الاعتماد على الشغل ان انا يبدأ من عند حراس المرمى فحققت مجرات كتيرة اوي كويسة عملت كلين شيت تمانية عملت اسست سبع اسست جبنا منهم جنين وفيه فرص ضاعت كنت الحمد لله مشاركة السنة دي بشكل كبير في شكل التيم وشكل الاداء ان شاء الله السنة الجاية كمان هيبقى فيه تطور هيبقى فيه شكل كمان افضل اتمنى ان شاء الله ان ديجليا ينهي الشكل اللي احنا محققينه والطرجة اللي احنا شغالين عليه باذن الله من الرابع باذن الله لحد المركز السادس مش هنطلع عن التالت مراكز دولت وهو ده باذن الله ان احنا هنشتغل عليه ونتمنىه انا بتتمنى ان شاء الله ان كمان موسم بالنسبة لي جايه بأفضل اشتركوا في القناة